أنه سيقدم وسيبذل وسيغير حاله وأنه مقبل على ربه ثم بعد ذلك مع الساعات الأيام وساعات اليوم الواحد قد يتغير هذه الدرجة الإيمانية عنده وتتناقص بعد ذلك فما الحل فضيلة الشيخ؟ أم هو ساعة وساعة كما بينه؟ هذا على كل حال من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن هذه الزيادة تكون بالتذكير وذكر فإن الذكرى تنفعهم في إيمانهم ذكر فإذا ذكرت انتفع المؤمنون بما سمعوا من الذكرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم ويتخولهم بالموعظة كراهة السآمة عليهم كما أخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهمهم وعلمهم أن هذا الأمر إذا لم يفض بالإنسان إلى معصية هذا النقص الذي يحصل إذا لم يفض بالإنسان إلى معصية إذا لم يفض بالإنسان إلى أن يقصر في واجب من الواجبات فإن هذا الأمر يقع مجبورا لا يقع معه شيء من الوزر ولا يقع معه شيء من الإثم إذن لا ينبغي الاختلاف في أن التصديق يزيد وينقص أن العلم يزيد وينقص أن الاعتقاد يزيد وينقص وأن هذا التصديق الذي يزيد وينقص يستلزم أيضا زيادة ونقصانا في أعمال القلب إذا عرفت ربك معرفة تامة كاملة كان ذلك سببا مباشرا في محبته في خوفه في رجائه في الإخبات والإنابة إلى الله تبارك وتعالى كان ذلك سببا في خشوع القلب متى عرفت ربك معرفة صحيحة متى تعرفت إلى الله تعالى معرفة تفصيلية